بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريق جديد نسلكه إلى الله نتوقف مع مملكة الدراويش ماذا قال الدراويش عن الطرق إلى الله وكيف تحدث أهل الله والعرفون وأهل العلم عن الدراويش وماذا قالوا؟ كذلك نبحث في طريقنا الليلة إلى الله سبحانه وتعالى عن ثوابت هذا الطريق ما يتفق مع السنة النبوية وما يستند على القرآن ويتكئ على ما بينهما من تفاسير وتدابير وما يختلف مع هذا فيخالف الشريعة وهو ملهج بعيد بين هذا وذاك نتوقف أيضا مع رسالة القشيرية وما قال الإمام القشيري رحمه الله في رسالته التي أصبحت مرجعا لكل المراكح نتوقف مع وصفه في باب التصوف للتصوف حيث نقل وقال التصوف أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام كذلك يتحدث وينقل قائلا التصوف بني على ثلاث خصال التمسك بالفقر والافتقار إلى الله والتحقق بالبذل والإيثار وترك التعرض والاختيار ومن هذا ذهب إلى قول سيد الطائفة الجنيد رحمه الله فقال التصوف عنوة لا صلح فيها كذلك نقل أيضا عن الصوفية والمتصوفة بأنهم أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيره وفي هذا أيضا قال التصوف ذكر مع اكتماع ووجد مع استماع وعمل مع اتباع ثم نقل وقال إذا رأيت الصوفي يعنى بظاهره فاعلم أن باطنه خراب هكذا نقل لنا الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله ومن هذا نبدأ في مصار جديد وطريق جديد نسلكه إلى الله الليلة في مملكة الدرويش ترجمة نانسي قنقر